قد ينقذ طالب جامعة دوك أنوش ذاكر المدارس والجامعات من إنفاق آلاف الدولارات بتغيير بسيط في المصابيح الكهربائية أردنا أن نجد طرقا فعالة من حيث التكلفة للحد من فاتورة الطاقة المدرسية لدينا ذهبنا إلى المتجر واشترينا بعض المصابيح وبعد تركيبها عملت بشكل ممتاز جيم معلم ذاكر سمح له ورفاقه بتغيير مصابيح الفلورسنت إلى مصابيح أنابيب أطول أمدا في مبنى الحرم الجامعي قاعة هادسون هي واحدة من المباني القديمة في الحرم الجامعي وقد بنيت عام 1940 ولذا كانت مليئة بأضواء الفلورسنت ويؤكد ذاكر أن تغيير كافة إنارات قاعة هادسون يمكن أن يحفظ 450 ألف دولار على مدى 15 عاما 59 مليون دولار قد ينفقها الحرم الجامعي على مدى سنوات الخمسة عشر المقبلة وإذا ما شملنا المركز الطبي فقد يصل الرقم إلى 135 مليون دولار ومن المقرر أن تصبح قاعة هادسون ومبنيان آخران مجهزان تجهيزا كاملا بإنارات الأنابيب مع حلول نهاية الصيف لكن ذاكر وزملاءه يأملون رأية كامل الحرم الجامعي بالإضاءة الجديدة